رئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة جهود تطوير المنظومة الصحية وتأمين المطارات المصرية إسماعيل يشهد توقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لأسوان ويؤكد على تقديم جميع التسيرات لدعم التوسع في إقامة نشعات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ خمسة أعوام العهل الأردني يزور رامالة لإجراء مباحثات بشأن الأوضاع في الأراضي المحتلة والانتهاكات الأخيرة بحق الأقصى أثمنا مساءنا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشةني للأخبار تحية لكم أهلا بكم وإلى تفاصيل الأخبار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة بهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة جاء تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع انضم رئيس الوزراء وعددنا من الوزراء وأشار السفير على يوسف المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الاجتماع تناول مناقشة جهود الحكومة في تطوير منظومة رعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث وجه رئيس السيسي باستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها في توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحي وفقا لأفضل الأسعار كما تناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتأمين المطارات المصرية فضلا عن مناقشة الموقف الاقتصادي في البلاد موسيقى موسيقى وللمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف اللواء فاروق المكرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أهلا بك يا فندم أهلا بك سيدة اللواء موسيقى هل تسمعني جيدا موسيقى أهلا بك سيدة اللواء يعني ما تفاصيل هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه الآن فيما يتعلق بفتحة بتطوير المنظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للواطنين والتوجيهات الذي وده بها السيد رئيس الجمهوري موسيقى موسيقى سيدة اللواء فيما يتعلق بتأمين المطارات المصرية يعني برأيك الجهود المصرية المفزولة لتأمين المطارات يعني كيف تجدها وتقيمها الآن؟ موسيقى من نفسها بتعمل عملية تصوير تصوير أبدي دائما بالنسبة لعملية التأمين وهذا محل الانتماع شخص من السيد وزير الداخلية ومن السيد وزير الفيران وبتعاوم كامل في عملية تأمين التصويرات التصويرية ومن حيث التدارب كل يوم تكارب وكل يوم في عملية تأخذة دائما فرغم ذلك شدت السيد الرئيس عن السيد وزير الداخلية وزير الفيران على أن يكون برضو جود ويمكن تأخذة في عملية التأمين للأطار سواء للداخل أو للهوزين داخل الفيران نعم أشكرك شكرا جزيلا سيدة اللواء فاروق المكرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق أيضا صدق السيد الرئيس عبد الفتح السيسي على عدد من القوانين التي نشرت بالجريدة الرسمية ومنها القانون رقم 198 لعام 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وصدق الرئيس السيسي أيضا على قانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التوقيع على ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية قدره 120 ميجاوات بمحافظة أسوان وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار جهود الحكومة لتفعيل برنامج تعريفة التغذية الذي تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتدددة مؤكدنا حرص الدولة على تقديم جميع التلسيرات بما يدعم التوسع في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتدددة قضت محكمة جنايات المينيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود اليوم بإعدام 12 شخصا والحكم بالمؤبد ضميئة وأربعين متهما وبراءة 238 في قضية اقتحم مركز شرطة مطاي وقتل نائب المأمور كما قلت المحكمة باستجنى 10 سنوات ضد حدثين فيما انقضت الدعوة القضائية بالوفاء على أربعة متهما ونتحول إلى الشأن الفلسطيني حيث أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعم الأردن الكامل للحقوق المشروع لشعب الفلسطيني ومساندتهم في إقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودعا العاهل الأردني خلال مباحثات أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رمالة إلى تكثيف الجهود لتحقيق تقدم ملموس في عمليات السلام خلال الفترة القادمة في ضوء التفاعلات الإقليمية والدولية حول القضية الفلسطينية تأتي زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الضفة الغربية المحتلة في زيارة هي الأولى له منذ خمس سنوات في إطار مساندته لشعب الفلسطيني عقب التوترات والأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى الشهر الماضي وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحث العلاقات السنائية المشرقة وعملية السلام زيارة جهود الملك عبد الله الثاني إلى رمالة ولقائه مع أخيه سيادة الرئيس محمود عباس تأتي في وقت في غاية الأهمية حيث تم تقييم مشترك للتجربة الأخيرة التي وجهناها معا فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المباشرة على المسجد الأقصى ومدينة القدس ومحاولة إسرائيل التغيير من الواقع القائم في المسجد الأقصى تقييم هذه التجربة كانت مهمة جدا من أجل فعلا التحضير لمرحلة قادمة نحن نتوقعها من قبل إسرائيل ومن قبل شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين يتنياهو الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين قال إن زيارة العهل الأردني تأتي استمرارا لسياسة التنسيق وتشاور المستمر بين الرئيس الفلسطيني وشقيقه الملك عبد الله الثاني لمواجهة التحديات كافة في العديد من القضايا التي تهم البلدين على قاعدة العمل العربي المشرق والذي تجسد في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في البحر الميت وأشار أبوردين إلى أن الأردن أكد دعمه الكامل لشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس فيما ثمن رئيس الفلسطيني الجهود الكبيرة التي يقوم بها العهل الأردني في خدمة القضية الفلسطينية سواء في المسجد الأقصى المبارك أو في عرض القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل الدولية كافة ومتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور سلطان الحطاب مدير دار العروبة للدراسات السياسية دكتور سلطان أهلا بحضرتك كيف أنت؟ أهلا أهلا بك دكتور سلطان زيارة هامة للعاهل الأردني للقاء عباس في ظل توتر الأوضاع بسبب الأحداث الأخيرة في الأقصى دلالة هذه الزيارة ورسائلها هذه الزيارة تحمل دلالات ورسائل أردن وفلسطين في قارب واحد وأعتقد أنه ما يواجه هناك حكومة أسرائيلية قدوها نتيجة هذه الحكومة تعدد ضرور وأوضاع السلام في المنطقة بإشارة حقوق الشعب الفلسطيني الأردن يعتبر في القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية مسألة وطنية أردنية واثر على أمن الوطن الدافع وبالتالي قام جلالة المالية أن يلتقي الرئيس الفلسطيني وكانت هناك زيارات متبادلة كان الرئيس محمد عباس هنا في أهنان وهذه الزيارة استيقابة لما كانت الأردن دائما تحرص على أن يكون الشعب الفلسطيني في طورة التطورات الأوضاع بشكل مستمر كانت الزيارة التي سبقتها قد قامت عام 2012 وهذه الزيارة بعد خمس سنوات ولكن لم تنقطع المشاورات المستمرة بين الأردن وفلسطين وأعتقد أن الحكومة اليمينية التي عقدت الظروف المحيطة في الإقليم بشكل كبير في المسجد الأقصى بتدنيسها تدنيس اليمين الإسرائيلي من خلال وزراء حكومة اليمينية للمسجد الأقصى وسياسة التهويد والأسرع التي انتاجت إسرائيل وما زالت تنتهجها وأيضا الاعتداء الآتم الذي وقع على الأردنيين من خلال السفارة الإسرائيلية في عمان والذي أدى إلى مقتل والسشاد اثنين من الأردنيين كل ذلك يجب على الأمور تحتقن تكل كثير وبالتالي أعتقد في ظل الضغط العربية المعزومة أيضا وأنت تعلمين أن الضرف العربي صعب ومعطد قاصة في منطقة الخليج كل ذلك يدفع الطرفين توأم أنا أسميهم التوأم نعم أردن وفلسطين لمزيد من التنسيق وأعتقد أن هذا التنسيق يجري دكتور سلطان اسمح لي تشكيل خلية أزمة فلسطينية أردنية لبحث القضايا المشتركة وأيضا المستجدات حول الأقصى والتطورات الأخيرة كانت من أبرز مخرج بي لقاء الرئيسين اليوم من وجهة نظرك كيف سيسهم دور خلية الأزمة لدعم ومساندة يعني الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الوقوف أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة أعتقد أن الأردن وفلسطين يتقاسمان المسؤولية في القدس الأردن من خلال الوصاية على الأماكن المقدسة ووزارة الأوقاف الأردنية موجودة هناك تدنت المسجد الأقصى والأئمة وكل الموظفين يتبعون وزارة الأوقاف الأردنية بالتالي ظال الأردن حريصا على إبعاد المسجد الأقصى من سياسات التهويد وكانت هناك أكثر من مهمة أردنية في هذا السياق ولكن حكومة ناتينياهو كانت تكذب باستمرار ناتينياهو جاء هنا ودلالة الملك التقاه أكثر من مرة منذ 2012 ثلاث مرات وفي كل مرة كانت حكومة اليمين الإسرائيلية تاعد أردن أنها لم تواصل سياسة التهويد في المسجد الأقصى ولكن أزمة الحكومة الإسرائيلية الداخلية أزمة ناتينياهو مع وزرائه وداخل إسرائيل يدفعه من أجل تسديد مزيد من القواتير على حساب الشعب الفلسطيني ومقدساته لصالح اليمين الإسرائيلي لأنه يريد أن يرضي هذا اليمين وبالتالي بين حين وآخر يقوم وزراء اليمين الإسرائيلي بالذهاب إلى المسجد الأقصى واستعراض عضلياتهم وعنجوهيتهم العسكرية وهذا يؤذي الأمن الوطني الأردني ويغضب الملك ويجعل الشارع الأردني في حالة غضب ضد سياسة الحكومة الرسمية نعم من أهداف الزيارة أيضا دكتور سلطان زيادة حجم تنسيق المشترك أدبائم بين المملكة والقيادة الفلسطينية برأيك ما هي أشكال التنسيق بما يضمن حماية الأقصى وحقوق الشعب الفلسطيني من أشكال التنسيق القديمة والمستمرة سياسة الجزور المفتوحة التي قام بها الملك الراحل الملك الحسين منذ عام 1967 منذ هزيمة حتيران باكت تنسيق الأردني المفتوحة على الفلسطينيين وهذا ضمن حياة أفضل وضمن لهم رأي تنفسون منها ومخرجا يخرجون من خلاله وبالتالي هذه السياسة أثبتت جداراتها لدعم سمود الشعب الفلسطيني ومعادته ودعم أهدافه الأردن أيضا عمل بجدية في ضحف افتراءات إسرائيل حول صور العد العنصري وكسب الأردن الرهان في محكمة العد العليا في لاهاي حين رافع مرافعات مستمرة إلى أن صدر القرار بإبطال هذا الصور وجعله كأنه ليس موجودا ولكن إسرائيل لم تنفذ ذلك هناك قرارات عديدة للأمم المتحدة الأردن كان دائما حريصا على أن يستطيب بالسلام وعلى أن تنفذ قرارات الأمم المتحدة التي من كان تنفيذها إزالة الاحتلال الأردن سيبقى يسعى باستمرار بكل جهوده الوطنية الشعبية والرسمية إلى أن يزول الاحتلال عن القدس وعن عموم التراب الفلسطيني في حدود عام 177 نعم من المطالب الأساسية دكتور سلطان لحل القضية الفلسطينية أن يكون هناك إقرار بمبدأ حل الدولتين ووقف النشاط الاستيطاني من وجهة نظرك هل تستطيع الأردن بما لها من ثقل عربي وأيضا ثقل دولي وإقليمي بالتأكيد في هذا الشأن أن تقوم بالضغط لإقرار هذه المبادئ الأردن يبدل جهودا كبيرة الأردن وحده لا يستطيع أن يفعل كل المعجزات ولكن يبدل جهود العلاقة الأردنية الإسرائيلية غاية في الأهمية لإسرائيل معاهدة السلام غاية في الأهمية لإسرائيل لأن إسرائيل تحاول من خلال معاهدة السلام الإسرائيل الأردنية أن تظهر مصداقية معينة بأن هناك سلاما في المنطقة ولكن الأردن لن يستمر في الإمساك بهذه المعاهدة طويلا إذا ما استمر العدوان الإسرائيلي قائما على الشعب الفلسطيني وحتى على الأردن بما تمثل في الاعتداء الذي قامت به السفارة الإسرائيلية على مواطنين أردنيين أنا أعتقد أننا الآن في مفترق طرق والملك في زيارته لفلسطين وأوفي إلى جانب القيادة الفلسطينية ودعم صمودها في وجه سياسات التهويد والأسرى في القدس إنما يعبر عن رغبة وإرادة الشعب الأردن وأعتقد أن هذه الرغبة والإرادة تقوي مواقب جلالة الملك الذي وصف تعطيل عملية السلام بأنها كارثة على المنطقة وبالتالي الملك راهن على الموقف الأمريكي وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمرت موقفها الضعيف أو الموقف الذي لا يؤيد عملية السلام فإن هناك كوارث تنتظر هذه المنطقة ويحث الإدارة الأمريكية باستمرار أن تتبنى مواقف واضحة أكثر صلابة وأكثر صرامة في مواجهة العدوانية الإسرائيلية وإجبار إسرائيل أو على الأقل الضغط عليها من أجل إنفاء قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الأخير الذي قبل قدر قبل أكثر من ست شهور وتحدث عن ضرورة إجراءة الإجراءات التهويدية في الاستيطان وتهويد القدس وإقتلاع المقدسيين من بلدهم وبالتالي لابد أن يكون هناك دور للإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة من نجة نظرك في ظل هذه المعطيات أيضا هل يمكن الحديث خلال الفترة القادمة لاستيناف مفاوضات جدية بين الجانبين رغم توجهات حكومة نيتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل والتي تدعو بشكل عالي إلى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية من الأساس أعتقد أن الولايات المتحدة وجدتها تختلف تختلف تصدر الإسرائيلية هناك مشاريع عديدة طرحت في زمن أوباما وأيضا في ذلك الرئيس هناك تصورات فيها السمية بصفقة العصر هناك رؤية ننتظر أن تصدر كنا نتوقع هذه الرؤية أن تكون جلية في قمة الرياض الأمريكية الإسلامية العربية التي عقدت بحضور 54 دولة كان الأردن اشترط أنه مقابل اعتراف 54 دولة بإسرائيل أن تقر وتعترف إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية أقراب الوطن الفلسطيني المحتل منذ 67 وعاصمته القدس وبالتالي أنا أعتقد أن الأمريكيين الآن أمام خيار واحد واضح وهو أن يطرحوا مبادرتهم بشكل جلي ليجري تدولها وأن تكون هذه المبادرة مقترنة بالمبادرة العربية التي صدرت في قمة بيروت عام 2002 ومستندة إلى قرارات الشرعية الدولية قرارات مجلس الأمم 243-3-8 وإذا ما قامت الولايات المتحدة بهذه المهمة فإن عملية السلام يمكن أن تنجح وخلاف ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة وسياساتها تعطل عملية السلام في المنطقة وتسمح لليمين الإسرائيلي أن يزداد شراسة وأن يمضي في سياسة الأسران والتأويد أشكر جزيلا شكر دكتور سلطان الحطام مدير دار العروبة للدراسات السياسية شكرا جزيلا على هذه المشاركة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين من بينهم فتاة من أنحاء المتفرقة بالتفاة الغربية المحتلة فما اعتقلت سبعة مواطنين آخرين من محافظات بيت لحم في الوقت ذاته اقتحم مئات المستوطنين منطقة قبر النبي يوسف بالقرب من مخيم بلاطا شرق نابلس في شمال الضفط الغربية تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأفادت مصادر أن مواجهات محدودة اندلعت بين جنود الاحتلال وعشرات الشبان في محيط قرى قبر النبي يوسف أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسايل للدموع والقنابل الصوتية تجاههم تعاني المناطق الجنوبية في الضفة الغربية من نقص حاد في مياه الشرب خصوصا مدينة الخليل السلطة الفلسطينية أشارت إلى أن سكان هذه المناطق سيشعرون بتحسن في الحصول على هذه الموارد خلال العامين المقبلي مرور الحافلات المحملة بالمياه أصبح أمرا معتادا في شوارع مدينة الخليل بالضفة الغربية التي تعاني من نقص حاد في المياه ما يدفع بالمواطنين إلى شراء هذا الموارد الحيوي الأمر الذي يمثل عبءا ماليا كبيرا على كاهل الأسر الفلسطينية وفي إطار الجهود الدولية الرامية لإنهاء أزمة المياه في الضفة الغربية توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية إلى اتفاق يقضي بتوريد إسرائيل 33 مليون متر مكعب من المياه أي بمعدل 22 مليون متر إلى الضفة الغربية في حين يتم توريد 11 مليون متر مكعب إلى قطاع غزة إن شاء الله سيشعر المواطن الفلسطيني في منطقة الجنوب لتغير وتحسن ملموس خلال السنتين القادمتين يعني اليوم سيكون في تغير موجود لكن العام القادم أيضا في عنا 11 ألف أيضا متر مكعب يوميا سيتم ضخها على خزان حلحول القائمون على هيئة صرف الصحي والمياه في الخليل أعربوا عن أملهم في أن تنجح جهود السلطة الفلسطينية في زيادة حصص المياه لمدن الضفة خصوصا مدينة الخليل نأمل من خلال اللي هي الاتفاقية اللي هي العبارة عن اتفاقية اللي هي قناة البحرين أن يكون هناك زيادة في كمية المياه المخصصة لمنطقة الجنوب بشكل خاص نأمل من سلطة المياه الفلسطينية أن تقوم بالضغط على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية والحصول على كمية إضافية حتى تساهم في إيجاد حل مشكلة المياه في الجنوب الفلسطيني وفي مدينة الخليل بشكل خاص أما عن الجهود العربية الرامية إلى إيصال المياه إلى الفلسطينيين لمواجهة هذه الأزمة يعمل المسؤولون في الأردن منذ عام 2013 على تدشين أنبيب لتوصيل هذا المورد في الجانب الفلسطيني قتل ستة عناصر من ميليشيات الحوثي في قصف لمقاتلات التحالف العربي استهدف منطقة العريش شرق معسكر خالد في محافظة تعز كما دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزنا للأسلحة تابعا للحوثيين في جبل ظفار جنوب غربي صنعاء وقالت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف شنت عشرات الغارات أيضا على صعيد شمال اليمن واستهدفت منصات إطلاق صواريخ للميليشيات الحوثية أعلنت وزارة الدفاع العرقية إنهاء استعداداتها العسكرية لخوض معركتها الجديدة ضد تنظيم داعش في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى بمساندة ميليشيات الحجد الشعبي قالت الوزارة في بيان لها إن المعركة الجديدة ضد تنظيم داعش ستدور في محافظة نينوى وبتحديد نحو قضاء تلعفر غرب الموصل وشرقات جنوبا بقيادة الجيش وبإسناد من ميليشيات الحجد الشعبي وأضف أن فرقة المدرعة التاسعة التي كانت متمركزة في مدينة الموصل سلمت ملفها الأمنية لقيادة الشرطتين الاتحادية والمحلية وباشرت بالتمهيد للتحرك نحو تلعفر وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من بغداد الدكتور معتز محي مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية دكتور معتز آخر تطورات العملية العسكرية في تلعفر غرب مدينة الموصل مساء الخير لك مساء النور يا فاند الحقيقة عملات الاستطلع مهمة جدا قبل تنفيذ العملية تحرير مدينة تلعفر يعتبر المحاض مهم جدا لقلات العسكرية التي تستعد لفترة طويلة لعملية تحرير هذه الجزء المهم جدا من شمال الموصل تجاه الجزء العراقية التركية ويبدو أن هناك أكثر من قوة عراقية مستحدة لذلك كشرطة اتحادية وكذلك طيران الجيش العراقي هذه قامت بضربات قبل عيام ضربات ضغط المناطق الحساسة في الشمال وغرب تلعفر وهذه دلالة كبيرة جدا على قدرة الطويلة العراقية في تحرير هذا الجزء الباقي من المدن الموصل إذن هل تختلف معرقة تلعفر على معرقة الموصل من الناحية الأمنية من الناحية البيكتيكية أو الديموغرافية حتى ميدانية تختلف اختلاف جذري لأن هناك أكثر قيادات التي كانت موجودة في مدينة المصر قد حربت إلى النعفر منذ بدل المعارك وإثنائها كذلك هناك مجاميع لكذلك لا تعرف هوياتها أو انتماعاتها الجنسية وغير الجنسية وهوياتها أيضا وهذا دلالة كبيرة جدا تكون عصر استخباري مهم في هذا الموضوع لأن هناك معلومات قد تصل غير واقعية بالنسبة لإستعداد الزواعج في هذه المدينة خصوصا أنهم يمكنوا بإيجاد مناطق آمنة وإيجاد كذلك حفر الخنادق وحفر الملاجئ لإستعداد المعركة الفاصلة وهو سوف يستحنون أيضا نفس الأسلوب القديم هو إرسال انتحارين وشعرات مفاخخة يريدون أن تقدم القوات الحراقية إلى الحياة السكنية التي أحصاها بعض المسؤولين بحلوث 25 حيث سكني موضوع مليونة أشكرك شكرا جزيلا الدكتور معتز موحي مدير المركز الدمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية قال رئيس السوري بشر الأسد إن نقاط الضعف في الأقطار العربية متشابهة وإن الاستهداف الخارجي للدول العربية هو أمر واحد لكن تحت عنوين ومسمايات مختلفة وأضاف الأسد خلال استقباله وفدا برلمانيا تونسيا أن الوعي الشعبي لحقيقة هذا الاستهداف أصبح كبيرا وأن دورة البرلمانات العربية أساسي من أجل تبادل الخبرات والتجارب ولخلق حالة من الحوار ليس حول الوضع الحالي فقط وإنما أيضا حول المستقبل لافتا إلى أن التدخلات الخارجية ستستمر بهدف تبديل الهوية وتفتيت الدولة إلى طوائف وجماعات صغيرة أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب أنها ستستقيل قريبا من لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة وأرجعت ديل بونتي الاستقالة إلى أن مهمتها أصبحت مستحيلة بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة وقالت ديل بونتي في مقابلة أجرتها معها صحيفة سويسرية أنها ستشارك في دورة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر في جونيف قبل أن تغادر وشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التباعة للأمم المتحدة في عام 2011 بعد بضعة أشهر من بدء النزاع السوري وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في سبتمبر 2012 ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بنيرو تقارير عدة لكن دمشق لم تسمح لها أبدا بدخول الأراضي السورية سيطر الجيش اللبناني على عدد من التلال الاستراتيجية الوقع على الحدود مع سوريا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وقالت الوكالة الوطنية للأعلام إن الجيش استولى على العديد من التلال بين بلدتين رأس بعلباك وإرسال الحدوديتين وقال الجيش اللبناني في بيان إنه دمرت تحسينات تنظيم داعش وقتل العديد من مسلحي ووافقت جبهة فتح الشام المرتبطة بالقاعدة على الجلاء من المنطقة الحدودية في يوليو الماضي في أعقاب عملية عسكرية استمرت أسبوعين وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا سيادة العميد أمين نحطية الخبير العسكري أهلا بحضرتك كيف أن؟ أهلا بكم أهلا بك بعد سيطرة الجيش اللبناني على مناطق وتلال عديدة على الحدود مع سوريا وترد مسلحي تنظيم داعش الإرهابية كيف يخدم ذلك برأيك من الناحية العسكرية تطهير هذه المنطقة من هذه التنظيمات تماما؟ لماذا اللبناني اليوم بصدر تحضيري لعملية عسكرية واسعة من أجل تطهير المنطقة المتابعة من شمال إرسال إلى صاع بجرودهما من الإرهابيين وهي منطقة ستلاوح متحاتها بين المية وخمسين إلى المية وثمانين كيلو متر ضبع يتمركز فيها حوالي سبعمائة وخمسين أنصر كما بدأ واضحا إلى الاستطلاعات الأكيرة من داعش وبالتالي الجيش اللبناني اليوم يعتمد خطة مركبة الخطة التحضيرية هي التي يقوم بها الآن وتقوم على شبتين الشبت الأول هو الخطف التمهيدي الذي يربق العدو ويسطعه إلى الانتيار المعنوي ويحتمل معه أن يطلب التفاوض من أجل القروج من المنطقة والشبت الثاني هو تثبيت الخطوط خطوط السماس لتكون صالحة للانطلاق الإطباط الشامل والهجوم الشامل على داعش في حال كملة أفضح براث وكملة تنفيذ المناطب في المنطقة وبالتالي نحن نرى أن ما يلقوم به الجيش اللبناني هو عمل منهجي عسكري من غير تسرع ويؤدي إلى تضييق الخناف على داعش ويؤدي إلى السيطرة على المناطق الحاكمة التي تحرم داعش من القدرات العسكرية الدفاعية التي تعيق عمل الدولة أو تعيق عمل الجيش بما لو انطلق بعملية الإطباط والهجوم السامل ثم إن ما يقوم به الجيش من تدميري لمراكز القيادات ولمراكز التجمعات وللقواعد الليجيسية داخل المنطقة سيحرم داعش من القدرة على القتال فيما لو انطلق الجيش لعملية التطهير الوافع لذلك نعتبر أن الوضع الآن هو في مرحلة التنفيذ للعملية ولم تبدأ عملية التطهير الحاكسية بعد أشكر جزيري شكر العميد أمين حطيت الخبير العسكري متحدثا إلينا من بيروت شكرا جزيلا لك قال وزير الخارجية الصينية وانغيهي إن بلاده متزمة مئة بالمئة بتطبيق المجموعة الأخيرة من العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي بشكل كامل وصارم كانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها سترد بأضعاف مضاعفة على العقوبات الصارمة التي تقدمت بها الولايات المتحدة ضدها أمام الأمم المتحدة مؤكدة أن هذه العقوبات تمثل انتهاكا لسيادتها وأنها لن تجبرها على التفاوض حول برنامجها النووي بعد يومين على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية تشمل فرض حظر على صادرات الفحم وغيرها من الصادرات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار تعهدت بيونج يونج بتعزيز ترسانتها النووية قائلة إنها ستثأر آلاف الأضعاف من الولايات المتحدة لاعتمادها عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة بعد إطلاقها سواريخ عابرة للقرات وفي بيان نشرته وسائل إعلام رسمية قالت الحكومة الكورية الشمالية إن العقوبات تشكل انتهاكا عنيفا لسيادتها وإنها خطوة أمريكية لعزل وخنق كوريا الشمالية مؤكدة أن العقوبات الدولية لن تكبرها على التفاوض بشأن برنامجها النووي أو التخلي عن جهدها لتعزيز قدرتها النووية الإجراءات غير المشروع التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد شعبنا سيتم الرد عليها آلاف الأضعوف الولايات المتحدة تحاول تدمير مؤسساتنا فإذا كانت تعتقد أنها ستكون آمنة لأنها خلف المحيط فهذا خطأ كبير وخلال حضوره قمة رابطة دول جنوب شرق أسيا أسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا طالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كوريا الشمالية بدرورة وقف عمليات إطلاق الصواريخ الأمر الذي رفضته بيونج يونج مؤكدة أنها لن تتفاوض على سلاحها النووي في ظل ما وصفته بالتهديدات الأمريكية أعتقد أن مجلس الأمن قد وفق بالإجماع على العمل بالتنصيق مع الصين وروسيا من أجل إصدار بيان أعتقد أنه واضح تماما من حيث عدم وجود شك بين المجتمع الدولي حول التوقعات بأن كوريا الشمالية ستتخذ خطوات لتحقيق جميع أهدافنا وهي خلو شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي كانت كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخين عابرين للقرات الشهر الماضي في إطار جهودها لامتلاك صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب أي مكان في البر الرئيسي للولايات المتحدة والآن وقفتنا الأولى في هذه البانوراما الوقفة الاقتصادية أهم أخبار الاقتصاد والمال والأعمال مع زميل محمد سليمان الفضل محمد أشكرك ريهام وشكرا لك إلهام أهلا بحضرتكم أخبار الاقتصادية في بانوراما الثامنة وتتابعون فيها المجموعة الاقتصادية توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والحكومة تؤكد حرصها على تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين أهلا بحضرتكم أعلن المهند الشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وأشر إسماعيل إلى أن اللائحة التنفيذية ستخضع لمراجعة نهائية للتأكد من الملاحظات الواردة عليها تمهيدا لإرسال اللائحة لمجلس الدولة مشددا على أن اللائحة لن تصدر إلا بالتوافق بالإجماع التام عليها بعض الملاحظات القانونيين إن شاء الله يعودوا عليها النهاردة وبكرة بإذن الله بحيث أن هم يخلصوا هذه الملاحظات وكانت كلها حاجات موضوعية جدا وكانت مش مؤثرة على صلب اللائحة وبإذن الله نخلص بكرة لو خلصنا سندخل مجلس الوزراء سنرجعها طبعا مراجعة نهائية بعدما السادة القانونيين ينتهوا لكن نحن بالنسبة لنا كمجموعة وزارية اقتصادية تم الموافقة عليها وأدخلنا التعديلات بعد المناقشة ودي طبعا ننتهي منها على طول بعد كده تروح للمجلس الدولة للمراجعة النهائية والتصدر بإذن الله مع قانون الاستثمار التعديلات في ملاحظات الوزراء طبعا يعني كالنهاردة معانا معاني محافظ البنك المركزي وزير الإسكان وزير قطاع الأعمال وزير التجارة والصناعة طبعا معاني وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وزيرة التخطيط وزير المالية ومع مجموعة العمل الخاصة به يعني كل المجموعة الوزرية الاقتصادية المعنية وكان في بعض الوزرات أرض أيضا أرسلت بعض الملاحظات من جانبها يعني الحمد لله إحنا نقدر نقول إن إحنا استوفينا كل الملاحظات وبإذن الله تصدر اللايحة في آراب فورسا خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء أكدت وزيرة التثمار صح النصر أن قانون الاتثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية للإصلاح الاقتصادي باعتباره خطوة مهمة لمشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة في اجتماع المجموعة الوزرية الاقتصادية برئاسة دولة رئيس الوزراء المهند شريف اسماعيل بحضور جميع الأعضاء الحمد لله تم توافق على اللايحة التنفيذية لقانون الاستثمار وحالياً بقى المستشارين القانونيين من مجلس الوزراء ومن الوزرات المختصة بيعملوا التعديلات على بعض التعليقات وإن شاء الله للعرض على مجلس الوزراء وبعدين عشان نرفح إن شاء الله لمجلس الدولة لإصدار هذه اللايحة بإذن الله وطبعاً يعني عايزة أكد أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية يعني واحد محاول رئيسية للبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهيبقى فيه دعم كبير لمشاركة قطاع الخاص إن شاء الله في الفترة القادمة للنمو اقتصادي توفير فرص عمل وتحسين معيشة ودخل المواطن المصري كما أشارت نصر إلى حرص المان شريف إسماعيل على سرعة تنفيذ وتفعيل قانون الاستثمار خاصة الحوافز والتسهيلات التي يقدمها القانون للمتثمرين الخريطة الاستثمارية برضو من أهم المواد التي نشتغل عليها حرصين أن يكون فيه دعم أكبر للمشاريع التي هي كسيفة العمالة المشاريع الصغيرة المتوسطة المحافظات الأكثر احتياجاً بطبيعة الحالها تاخد أولوية في الفترة القادمة ومن أهم النقاط التي نقشت النهاردة إزاي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكون مستفيدة من هذا القانون الداعم للاستثمارات لأنها بطبيعة الحال من أهم المشاريع القومية فمن ضمن النقاط التي ركزنا عليها إزاي أن الحكومة تكون داعمة للمشاريع القومية التي أعلن عنها السيادة الرئيس وأنها تكون بالفعل مستفيدة من الحوافظ المقدمة وإلى سوق صرف العملات على سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلي المصري حيث سجل الدولار الأمريكي 17 جنيهاً و75 كرشاً للشراء ونحو 17 جنيهاً و85 كرشاً عند البيع أما اليورو فسجل البيع حوالي 21 جنيهاً وثمانية كروش وأمام العملات العربية سجل سعر بيع الريال السعودي نحو 4 جنيهات و75 كرشاً وأمام الدينار الكويتي بلغ نحو 59 جنيهاً و17 كرشاً وعلى صعيد التعاملات بالبرصة تباينت المؤشرات عند أغلاق تعاملات اليوم متأثرة بعملات بيع من قبل المؤسسات وسنة ذكر تتمار المحلية والعربية وخسر أسلمال السوقي لأسوم الشركات المقادرة بالبرصة نحو 700 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 715 و1 من 10 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 901 و3 من 10 مليون جنيه أنت تخبارنا الاقتصادية وعودة استكمال البانوراما مع زميلتي رهامي الديبو إلهام نمر شكرا محمد شكرا افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي المرحلة الثانية لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي بمدينة العبور وأكد وزير التعليم العالي على أهمية دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة صحية للمرضى وأهمية افتتاح هذا الصرح الطبي الذي يعد إضافة حرقية للمنظومة الجامعية صرح طبي جديد يضف لمستشفيات جامعة عين شمس والقطاع الطبي في مصر إنها مستشفى العبور الجامعية التخصصية التي تم افتتاح المرحلة الثانية لها لتكون بمثابة نموذجا ربما ينافس المستشفيات الكبرى لما تحتويه من أجهزة طبية حديثة وفريق طبي وتمريض مميز مدينة العبور نفسها تضعف عدد السكان اللي فيها فكان لازم نواكب ده ونلحق نفتح المرحلة الثانية اللي النهاردة بنفتحها اللي فيها حوالي 200 سميل فيها 6 غواف عمليات كابسولات up to date فيها غوافتين مجهزين للولادات والمنظم المسالي عملنا لأول مرة ما يطلق على الهاتش الاسا والهسول الانفروميشن سيستم اللي رابط ما يطلق على الباك اوفيس اللي هو كل ما هو إداري ومالي يبقى مميكا والمرف الطبي وكل نشاط طبي يبقى مميكا المرحلة الثانية لتطوير المستشفى شاملت وحدة رعاية القلب ووحدة جهاز مناظر الجهاز الهضمي وتشغيل العمليات الكبرى والغسيلة الكلوي وبنك الدم وغيرها من الخدمة الطبية المختلفة لتمثل المرحلة الثانية 90% من قوة المستشفى هذا بكل ما هو تحتاج المستشفى يعني فيها جهاز الصرح حديث يتعامل محلات جلطات القلب فيه عندنا محاضن تمام محاضن فيه عندنا مابنى الطوارئ فيه عندنا تمام أورف عمليات منهم 6 كابسولات على أحدث مستوى المستشفى تخدمه ما يفوق عن 600 ألف نسمة من سكان مدينة العبور والمناطق المحيطة بها فضلا عن العاملين بالمنطقة الصناعية ما يعطي أهمية خاصة للمستشفى هذا مكان مهم جدا بيخدم كافة المواطنين الموجودين في منطقة العبور مش بس هنا لكن في جميع أنحاء المحافظة الأليوبية يتم العمل والإشراف على جميع الأقسام بالمستشفى من خلال نخبة من أساتذة كلية الطب بجماعتين شمس وبمساعدة نخبة من فريق التمريض من أرقى الكفاءات العلمية بهدف توفير بيئة آمنة للمريض والمجتمع افتتاح المرحلة الثانية لمستشفى عن شمس التخصص بمدينة العبور وبتجهيزات طبية على أعلى مستوى يعد رسالة طمأنة لمواطن العبور والمناطق المجاورة الذين يأملون في وجود صرحا طبي حكومي يقدم خدمة طبية متميزة من مدينة العبور أسمى حسن النيل والآن مع أهم أباء الرياضة في هدنة وختام هذه الفانوراما تفكير بأبرز ما جاء بها من عنوين الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة بهد تطهير المنظومة الصحية وتأمين المطارات المصرية إسماعيل يشهد توقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لأسوان ويؤكد على تقديم جميع التسيرات لدعم توسع في إقامة مشروعات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ خمسة أعوام العاهل الأردني يزور رمالة لإجراء مباحثات بشأن الأوضاع في الأراضي المحتلة والانتهاكات الأخيرة بحق الأقصى نهاية النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء